سيدة أنيسة حسونة واحدة من أيقونات العمل التطوعي والخيري في مصر توفاها الله قبل توقعها مثاق تكشين التحالف بنحو ست ساعات تم اختيارها سفيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ويتسلم الجائزة زوجها الدكتور شريف ناجي اشتركوا في القناة الأستاذة رضا سيد حسن بحثة ماجستير القانون العام بدأت رحلة تعليمها من فصول محو الأمية بتصميم ومثبرة استطاعت التغلب على كافة التحديات التي تواجه فتاة من دول بصيرة كما تطوعت لمساعدة الأطفال من دول بصيرة في تعلم طريقة براير الأستاذ أحمد إبراهيم عطلة يعمل بوزارة المالية ومتطوع بالعمل العام مع زوجته وأولاده من أكثر من 15 سنة وشارك في العديد من الحملات التطوعية من خلال الجمعيات التنموية باسل محمد علي وهب نفسه للعمل التطوعي الذي أحب وأخلص له منذ صغره ضمن مؤسسة صناع الحياة ورحل عن عالمنا وهو في الثانية والعشرين من عمره ويتسلم عنه الجائزة والد المهندس محمد علي دكتورة شيرين عامر طبيبة قامت مع زملائها المتطوعين بتنفيذ العزيز من القوافل الطبية والعينية بداية من القاهرة وصولا إلى أبعد المناطق النائية والصحراء على مدار 25 سنة اعتمادا على الموارد الذاتية الأستاذ أحمد فؤاد السيد مسؤول عن نشاط الإعاقة الحركية في جمعية رسالة للأعمال الخيرية ولم توقفوا إصبتوا بالسرطان عن العمل التطوعي المهندس محمود سعيد مبارك رغم الإعاقة السمعية استطاع التخرج من المعهد العالي للهندسة من قسم الاتصالات بتأدير امتياز ويعمل بالقطاع الهندسي متطوع منذ 2011 في تعليم شباب السم برامج الكمبيوتر ترجمة نانسي قنقر المهندس محمد رياض والذكت جيهان رمضان كلاهما من مؤسسي مؤسسة صناع الحياة قام بإدارة العديد من الحملات التطوعية وقد توفي في حادث أليم عام 2018 ثم رحلت ذكت بمرض السرطان ويتسلم عنهما الجائزة ابنتهما صارى الأستاذة مي جاب الله نائب المدير القطري لهيئة إنقاذ الطفولة خبرة أكثر من 22 عام في العمل في مجال التنمية والإغاثة الإنسانية وأدارة العزيز من الحملات الإنسانية في كثير من الدول الأستاذ شعبان حسني عبد المقصود أسس مع ثلاثة من زملاء ومبادرة عشان الخير للغير بالعاشر من رمضان منذ عام 2020 لتنظيم قوافل طبية مجانية بالكامل شكراً تخامة الرئيس سعد الفتاح السيسي شكراً أستاذ الحضور ترجمة نانسي قنقر